اليوم نبدأ محاضرة المدكال فيرولوجي بالبداية لازم نعرف شنوه الفيرولوجي فيرولوجي is the bioscience for study of viral nature and the relation between viruses and host كل ما ينقلق العلم اللي ينقلق بدراسة طبيعة الفيروس وعلاقة الفيروس بالخوست viruses often cause serious diseases other things virusات سبب أمراقضيلة relate to some cancers and congenital deformities also can be used as tools for genetic engineering definition of virus السنجري ينعرف الفيروس فيرس originates from Latin word poison إذن مشتفق كلمة فيرس من الفلمة اللاتينية اللي هي معاها poison is simple فيرس may be defined as a cellular organism إذن هو عبارة الأحياطية الأخلوية whose genome consists of nucleic acid genome مالذي يتكون من nucleic acid and which obligatory applicate إذن obligatory إجبارية replicate إذن تتكاثر إجبارية inside host cell داخل خلايا الحوست إذن الفيروس عندما يكمل replication cycle لازم يكون داخل خلية host يعني بالمعنى ما يتريكمل دورة حياته بطبيعة using host metabolic machinery and ribosome to form a pool of components المصطلح الفول هنا مجموعة مكونات التركيبية التي تتكون من الفيروس which assemble into particle called virus إذن تتجمع هذا المصطلح الاسم هو دائم المستخدمة بعلم الفيروسات تجميع المكونات لتكوين إذن أعني الدوران complete infectious units of virus إذن virus وراء مهيكمه particle of the virus إذن يحمر الجماع مكوناته الجميع مكوناته لتجميع المكوناته التي تتكون يحتاج جنوم إذن يحمر الجنوم إذن يحتاج من الفيروس الخلية أخرى Characteristics of all viruses number one أن الأسللر Anfectious agents من أقول الأسللر لأننا نبعناها الأخلوية Anfectious معدية Agents هنا نلاحظنا من هو Micro-Organism لأنه خارج الخلية مجرد Agents Not Micro-Organism عندما يدخل داخل الخلية يسمى Micro-Organism يمكن أن يعيش وكمل دورة حياته إذا بدون خلية الهوست لا يكون من يسمى Micro-Organism خارج الخلية الهوست يسمى Agent Access Agent Number two Obligate intracelular parasite من H-Body لا يمكن أن يكون مكوناتها لا يمكن أن يحصل أطاقة والقوتينات إلا داخل خلية الهوست Number three Process Either DNA or RNA Number two هنا كل أنواع الفيروسات أما تتكون DNA أو RNA ميثل الثاناتهم البكتيريا ممكن تدخل أصلاً هي تفتغل DNA أو RNA هنا أدنى إكسابحة واحد فقط اللي هو HIV virus اللي هو Retrovirus اللي يحوي RNA و DNA خلال كثرة Application Cycle 3 4 Application Is directed by virometric acid within a cell 5 Do not divide by viral revision or mitosis 6 لاح genes and enzymes for cell-chore energy production إلا هذة إن هي intracelular تختغل الجنات والأنزيمات البرورية لسلحة الطاقة 7 Depends On most cell ribosome enzymes and nutrient for 14 production 8 Smaller than most cell حجم الفيروسات تكون رش صغير بمقارنة بحجم البكتيريا الفطرياء 9 Viruses are inert filterable agents إذن هو عبارة عن agents عامل خارج الخلية عندما لاحظوا رقوب بشمي تدري إلتخل داخل الخلية هناك كلمة filterable قبل أن يحكمون الـ instructions في ورقة filter paper ف الميكرو الوكود أو agency الوكود عبر ورقة filter paper يسمى inert filterable agents Number 2 viruses are not living لماذا؟ خارج الخلية هو not living إذن خلية viruses must be infectious to endure nature لازم تكون معادية عند تتدور بالطبيعة Viral component must self assemble إن مصطلح الاسمبل يجب تتجمع حين مقونات عند تتكون لي الفيروس Size of viruses أصغر أصغر فيروس معروف لحد الآن Small virus have diameter في الناسبة Number 1 مقصة diameter و Number 2 مقصة بالنانومتر أصغر فيروس معروف لحد الآن هو 20 نانومتر اللي هو الباردو فيروس Large virus أكبر فيروس المحروف لحد الآن اللي هو 400 نانومتر اللي هو الفوكس فيروس نلاحظ بهذا الشكل هذه بكتيريا يستخدم الكافس وهذا الفوكس فيروس والهربز والفلونزا والبكورنا فيروس نلاحظ صغر حجم الفيروس بالنسبة لحجم الخلية لكننا نعطيسها بالنانومتر وهنا بالmicron shape of virus طبعا أشكال الفيروسات تختلفة هموما typical أدنية 6 أشكال للفيروسات نمبر 1 Spherical نمبر 2 Road shape نمبر 3 Brick shape نمبر 4 Tadpole shape نمبر 5 Belt shape نمبر 6 الفيلامنت shape الشكل سوف هذا الشكل Spherical و هذا Road و هذا Brick و هذا الشكل Tadpole shape وهذا شكل Bolt shape و هذا شكل Filament shape viruses هسا نتجي على المكونات اللي تكون الماتور viruses الفيروسات الكاملة الناظجة نمبر 1 هو Virons شنوه تعريف Virons The complete Infectious unit of virus particle إذن هي واحدة الفيروسية الكاملة تكون Infectious bacteria structurally mature تكون ناظجة تلكمية هذا هو تعريف Virons نمبر 2 Capsule Capsule إبارة عن Protein code أو shell إذن هو المعطب أو إذن هو protein made up of many protein subunits وإذن تسميها الكapsوميرات أو إذن هو protein يتسميها الكapsوميرات that includes the Nutric Acid Genome التحيط من Nutric Acid Genome اللي قلنا هم عادية نحو عادية نحو عادية نحو عادية نحو عادية الفنكشن 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 التحيط من Nutric Acid يحمي the Nutric Acid of the Virus ب participate in the Viral Infection ساهم بال Infection of the Virus وشار the Antigenicity Genetic Material اللي هو الجينم لنا either RNA or DNA الآن not both ثققنا علينا ال Viral Core the Viral Nutric Acid Genome in the center of the Viral أسميه Core in the center للفيروس اللي عبارة عنه مادة Nutric Acid حامق نووي أسميه Genome center للفيروس وضيفة Control the Viral Heredity هي نصيذر على الميته الغافي 콜ضي أسميه عن الميته بالطبال الرابت الميته من الميته الميته فيا الفيروس ثميه الميته التي ستجدها عن الميته لسنجل ستراند يعني متصرها SSDNA هي الفاربوفيروس دبل ستراند DSDNA الهربيس فيروس والأدينوفيروس والبوكس فيروس والجبادنا فيروس سنجل ستراند RNA اللي SSRNA اللي هو طبعا بالنسبة الRNA يختلف عن الDNA يمكننا الوكبين كم التراند يمكنك التراند مع الناس mniej بي 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 se اللي SSRNA اللي SSRNA اللي SSRNA هو ريو فيروس خلصناها بكل أمائه البيروسات حسب النيكريك اسيس نجيزة مصطرح نيكليا كابسيد نيكليا كابسيد اختصار الى كابسيد زائد جينيكيك ماتيريال of the virus additionally some viruses have an envelope اذا بعض الفيروسات يحتوي على الغلاف اليوم يكون من شنون consist of protein, glycoprotein and host lipid يعني بالمعنى يأخذ الليبت من خلية الهوست ثلاث مفوونات protein, glycoprotein والهوست lipid derived from the host membrane قصد الليبت هنا derived from the host membrane النات فيروس لا, envelope بالمناسبة we'll complete one of the virus new or the virus النات فيروس or envelope virus مو معنى نقص مفوونات الفيروس بس اكو فيروس هي طبيعتها نيكت يعني non envelope و اكو فيروس هي طبيعتها حاوية على ال envelope بس هذا ما يعتبر نقص المفونات اكو طبيعة فيروس هي تكون نيكت اعريرا اكو طبيعة فيروس تكون حاوية على envelope يغلاف functions of envelope antigenicity وضيفة infectivity و resistance شوفوا هذا رسم الفيروم بالخارج هذا هو envelope و هذا الكابسيد اللي ادلاء منه بروتيني بليكو بروتيني و البدو منه والكابسيد اللي عبارة عن موادة بروتينية وبالسنتر اللي هي ال viral core اللي يتكون من نيوكليك أسد أو جينم يعني موادة جينية يختار بعض ال structures تكون cuz نوبي ننبل الخالية بكترية 2. Nucleic Acid Polymerase 3. Neuroaminidases Neuroaminidases is known that which cleaves glycosidic bones and allows the liberation of the virus from the cell. The virus is only one can tell us about this part. The viruses are classified by the following characteristics. 1. Type of genetic material 2. Caps shape 3. Number of Capsomers 4. Size of Capses 5. Presence or absence of the envelope 6. Cost infected 7. Type of disease produced 8. Target cell 9. Immunological Procure 9. Scientists are more than- compared to the properties of the virus. Severeым 110. Principles 9. Chem how PH 10. Capsomers 0. Find out i have the highest bit of the programmed يوجد الحلزوني بإمكاني طبقة مزاين فيروس والإيبولا فيروس الكيوبك المكعب والي هو اللي هو والهيركس فيروس والكمبلكس المعقد اللي هو البكتريوفيج والبوكس فيروس هذا الشكل شوفوا هذا الحلزوني فيروس وهذا الشكل هو الكيوبك كل شيء واضح والكيساهدرال سيمتري وهذا الشكل الكمبلكس اللي هو الكمبلكس الجي فور بكتريوفيج وهذا الشكل اللي يكون بيهد وطال وهذا الشكل الكمبلكس الكمبلكس الهوسترانج وشنا نيب الهوسترانج سبكتر فيروس وشكت مدى الهوست اللي فيروس ممكن ان يصيبه اتنى الهوسترانج مثل البكتريا اللي هو البكتريوفيج عن إصابة الفيروس بكتريوفيج الأنمو البلانت فانجاي البروتست الفيروس البيروس البيروس الضباية والفزيرات الافشائية المثل لعيث هاي انواع الخلايا اللي ممكن في صيفها الفيروس الأستخابة او البيروس التالي ما يرغب تالي الأول ترجل حول أمر واحد وذلك؛ أيضا بما هي خطأذي هنا يختار التالي المقبل الكلمة يعتبر также hemos conseguido الفيروس ممكن ، الفنجي ، ممكن انه اشوفه بالله المكريسكوب ولكن الفيروس شرد شرد بلا الكترون المكريسكوب نمبر 2 ، الاميological essence الاميological essence قاعدت ان تتكت تبيين أو انتيبولين مثل دائماً اشخص في الاميولوجكال تيست متى پروتينية فيرال بروتين أو أنتيبالي اللي مثل الإليزر مثل الميونسوربينت أسي والوسترن بروتين تكت الفيرال بروتين كذلك دعم المعدة بروتينية على طريق الأميرولوجيكال تيست البيولوجيكال أسي تكت سايتوباثيك افكت تأثيرات المرضية للفيروس على خلية الهوست يشترك من أثر على سمية سايتوباثيك افكت على الخلية مع الهوست سيكون سيكون لديهم لديهم وفوكس فورميشين لتنسفورميك وانكوجينيك ويروس الخلاء الويروسات المستفى للسافات محيب 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 تضمن عدد مقاض A-U-P-U-C-U-D. شنية المكومolecular synthesis؟ الأيه الألي عمارة A on non-structural protein synthesis جين for enzymes and nucleic acid binding proteins بيباب بأسفل جنوم فلما أصت الأمارة A on non-structural protein synthesis بيباب بأسفل جنا لاته الأمارة A on non-structural protein synthesis بداية non-structural ويالأرلي بيسي رحي يدد أكوين Structural Protein Synthesis Will Later RNA Will Post Translational Modification of Protein Number 6 Assembly on Virus كل مسترحة الاسمبي تحمر مستخدمة الويروسات كجميع مكرونات الويروسية Number 7 Budding of Involved Virus سلة Budding Number 8 Release of Virus تحرر الويروس هذا الشكل سيوضح الويروس بس اكيد لدينا اختلاف بعملية بالبداية Recognition احنا قلنا Envelope Virus و Naked Virus اكيد بالReplication Cycle اكون ثلاث نقاط ستكون قلنا مختلفة بين Envelope و Naked Virus بالنسبة الاول نقطة Recognition متشابهة Attachment طبعا هذا هو Naked Virus or Non Enveloped وهذا هو Enveloped Virus شوف Attachment هنا عدت هنا تقول Attachment Penetration بالنake نقطة رقم تلاعفها Penetration بينما Enveloped ما يقدر الفيروس يسوي اختراق مباشر Penetration مباشر ويدخل داخل الخلية لماذا؟ لوجود Envelope فرح يمنح حمزة حمليت Penetration فلازم يسوي Fusion مكان Penetration بعدين حمليت Uncoding تكون متشابهة بين Naked و Enveloped وراء Uncoding Transcription نفسهم والProtein Synthesis والReplication يجي هنا نقطة رقم 8 النقطة رقم 8 Envelopment بمعنى إحاطة بEnveloped إن خاصة بEnveloped Virus مو بالNaked Virus إحاطة بالEnveloped إن هنا Just نقطة رقم 8 Risk Assembly بدون إحاطة بEnveloped هذا Naked Virus Naked Virus Lysis Unrelease يحل الجدار الخلية ويتحضر هنا النقطة رقم 9 Budding Unrelease لا ما يقدر يحل الجدار الخلية ويطلع لازم عن طريق البدنك يتبرعم وياخذ جزء إن الليبد مال قبل شوية ذكرناها الليبد مال Enveloped مال Virus هو من Cermon Brain Of The Host إذن نحن عن طريق البدنك رح ياخذ جزء من الليبد مال Cermon Brain ويتبرعم ويصير لرقم 9 خارج الخلية إذن هاي محددة كلها بالأخضر هي خلية الهوست وهذا إصابة Enneced Virus وهذا Enveloped Virus إذن هناك ثلاث نقاب رقم ثلاثة هنا Pintration Infusion والنقطة رقم ثمانية هنا Envelopment إن Just Assembly بدون Envelopment والنقطة رقم تسعة Budding And Release Analyze And Release إذن ثلاث نقاب ثلاثة وثمانية وتسعة هي الخلقات بين Enneced و Enveloped Virus أي أحد عند أي سؤال المحاضرة معلومات كل ما يخص الفيروسات التركيب الفيروسات حصائص الفيروسات Detection of the Virus لطريقة انتقالة و Uses of Virus و Replication of the Virus كل ما يخص الفيروسات شكرا لإستماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر